أمستاذ محمود إيه المواصفات اللي بتشوفها في الرئيس القادم؟ طبعاً أنا منحز أنا بالنسبة لي معترامي لأي متقدم أو وضع أنا بالنسبة لي أن الوقت ده يحتاج شخصية عسكرية شخصية خدمة في القاتل المسلحة وصلت إلى أعلى درجة من هذه القاتل ما كانتش بس في قاتل المسلحة إنما يعني راحت قدت فرق وراحت أمريكا وراحت إنجلترا تاخد فرق هناك ومسكة المخابرات الحربية والاستطلاع يعني دي شخصية ثارية إذا كان سياسياً أو عسكرياً أو جيو بوليتيكاً يعني فهم كل حاجة وكل المواصفات دي موجودة في سيات المشير السيسي أكيد أه وبعدين راجل دخل قلب الشعب المصري ببسطته بإنسانيته برقيه برقيه بكل يعني 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 ف بتدينه على فكرة كمان طبعاً طبعاً يعني سبحان الله يعني طبعاً فدي فيه الصفات اللي أنا أتمنها في رئيس الجمهورية دي موجودة في سيات المشير السيسي وحدك يعني حاسس أساس محمود إنه هو زي ما بيقولوا إيه البرنامج بتاعه أول مرة يبقى مرشح مقدم برنامجه إنه تاريخه برنامجه طبعاً طبعاً بالتاريخ هو برنامج بتاعه وبعدين يعني مش سهلة دلوقتي يعني مسؤولية كبيرة جداً جداً إنك تبقي رئيس الجمهورية المصر في هذا الوقت خاصة في الفترة القادمة اللي هي البناء اللي هي أول حاجة القضاء على الإرهاب طبعاً وبعدين إعادة بناء البلد طبعاً طبعاً السياحة إعادة تسقيف يعني إعادة تدريب الناس على إيه ثقافة السياحة ودي الإعلام لازم يشترك فيها وزارة السياحة وزارة الثقافة طبعاً وإن شاء الله هي محمية الحمد لله إن شاء الله في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن يعني الحمد للرب العالمين بنتحرمناش دايماً يا أستاذ محمود من لقاءاتك الجميلة وإنت خير من يتكلم عن الفن وعن الإنسانية وعن الإنسانية وعن الإنسانية أردتي ملذا litigation